الشبهة الثالثة يا جماعة من شبهات الناس اللي بيعترضوا على دعوة التوحيد بيقول لك يا أخي إتو بتنكروا الأولياء والصالحين ولك إتو لما تكلموا في التوحيد إتو بتنكروا الأولياء والصالحين دعاة التوحيد يا جماعة ما بينكروا الأولياء والصالحين في أولياء وفي صالحين والأولياء والصالحون مش بدري بس زمان ليه يوم القيام والدليل في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الطائفة الناجية والطائفة المنصورة ودي ما تفتكر ناس فلان وفلانة يقول لك نحن يعني لا 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 إت متما اتصفت بالكتاب والسنة اتصفت بالحق اتبعت الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة إت من الطائفة المنصورة ما إلا تبقى في جماعة واللحظ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة دي رواية كذلك في رواية وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقا كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال الجماعة في رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في أولياء جماعة والأولياء ذكروا في القرآن وعندهم صفات أبرزة صفتان دار تبقى وليه صالح في صفتين باختصار شديد يعني الإيمان والتقوى التاسل هو مؤمن تقي من الجامعة دار تمرق التولي ولي صالح ما اللي يكون نسبك فلان الفلاني ولا كذا ولا عندك حاجة لا لا بس مؤمن تقي التولي لله الدليل في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ياتن الذين آمنوا وكانوا يتقون عشان كذي في تفسير ابن كثير وفي تفسير السعدي من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي الدار يبقى ولي يكون مؤمن ويكون شنو تقي تكونوا مؤمنا تقين عشان كذي رب العزة والجلال قال الله ولي الذين آمنوا ما خاص بي نفر ولا نفر ممكن زل تلقى بتاع خدار ولي كبير لله تعالى ما بعرفوه الناس ذاته واعد تلقى سواك بتاع عربية ولي لله سبحانه وتعالى تلقى مؤمن كان عربية ذا رات انقلب إلا الله بس لان ولي شنو يعني يعني انه يقوم بطاعة الله وان الله يتولى وهو ينكسر لربه سبحانه وتعالى يؤمن به ويتقيه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم ولذلك جماعة انا احنا ممننكر الأولياء والصالحين لكن الولي المؤمن تقي لكن زول بيقول لك انا بدي الجنة دا كيف يكون ولي لله زول يقول لك انا باعلم الغيب دا كيف يكون ولي لله سبحانه وتعالى دا مخالف الدين حتى في الاصول حتى في الايمان كيف يدي جنة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يتحدى الناس مش في الجنة يتحدىهم في اصغر المخلوقات يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شو القوة دي كيف عالك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما والله لما نتحداك ما بخلي لك شي لن نهاية كديم وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه دول حقه من الضبان ما بيقدر رجعه الضبانة بتجي طايره ور ور ترك له في نخرته ما حقاره وتخش في اللكل وتاكل وتطير هناك جنب المروحة ور تقول له ها رجع حقك بيقدر وإي يسلبهم بعدين سلب الله ما قال وإي يأكل معهم الذباب يسلبهم سلب دب الراحة ولا بالقوة سلب ذول دبانة بتسلب منه دب جيب لك الرائحة بيديك جنة جنة كيف يا جماعة والله عقايد أقسم بالله لو أبو جهل قام قام كذي قام كذي قال لون يا ناس هوي كفرت عديلته أنا دار أرقو تاني كفرت والله تاني بيرجع بيرقدو تاني هذا طاعة التعبير يعني وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب البناد غير الله والمطلوب البناد ذاته ما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق تعظيمه إن الله لقوي عزيز فنحن ممننكر الأولياء أنا ما دار شتت الكلام دار يكون مرتب من استفجد أنحن ممننكر الأولياء في أولياء لكن أي زولي قل لك أنا بدي جنة دار عرف ما ولي مرق قل لك أنا بعلم غيب دم صادم للقرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله دم قرآن وما يشعرون أيانا يبعثون ولا يقول لك بإذن الله الله ما بإذن لك الله ما بإذن لك تعلم الغيب والدليل في سورة آل عمران قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب كلام واضح الله ما بيطلعكم على الغيب نحن ممننكر الأولياء بعدين هو الكلام اللي بيقولوا ده ودي شبهة بالحقوة بيدي أرحمك الله إذن إنسان عطس وحمد الله شغل الباني قال الناس في المجلس كلون يعني ما فرض كفاية عينا يعني والله يجزي خير وحمد الله الرجل فالجماعة شنو الزول يقول لك إنتم بتنكر الأولياء وبعدين بيقول لك بتسيب الأولياء شتم الأولياء في نفس الوقت فهو ده ما أسب ولا إنكار للأولياء أول شيء ده ما أولياء اللي بيقولوا كذا وكذا أنا ذكرت لك والولي الججد يا جماعة الولي الججد بتخفه الولي الججد ما بيسوه له علم وتعالوا علينا جاي دعوة مستجابة وكذا وكذا وتدفع بياض إيه حاجة رائحة الناس مفتحين ملقوها يقول لك تنوم أنهم لقبل خير ألقالك والمفتحين ملقوها تنوم تلقاك إيه في الطريقة دي ونفتح لك الكتاب الكتاب ده ياتو ياتو كتاب وهل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قصدوا بالكتاب القرآن هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفتح القرآن للرائحة ما في صيحة البخاري زوجة عائشة رضي الله عنه ده ما كتاب التيمم ودي مناسبة التيمم ما زوجة عائشة رضي الله عنه العقد وقع منا والناقة بركت فيه بفتش للعقد عشر ألف صحابي في حجة الوداع ومعاون الرسول عليه الصلاة والسلام دي غير حادثة الإفك عشر ألف صحابي دي الأولياء ولا ما أولياء صحابة ديل كيف الصحابة ديل يا زول والسيد ابن حذير ده بيقرأ قرآن الملائكة نزلت في صحابة عديل الرسول الصباح قال لدي تلك السكينة تنزلت لقراءتك سعد بن معاذ ده مات في صيحة البخاري اهتز العرش لموتي هذي ده الأولياء ولا ما أولياء دي الناس عجيبين بعد دفتش للعقد عشر ألف نفر صحابي ومعاون النبي صلى الله عليه وسلم بفتش ما لقوه للصبح والصبح جاءت صلاة الصبح ما في موية طوالي الله نزل شنوه آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صحابة يمموا صلوا الصبح انتظروا شوية الشمس طلعت الناقة ويكفت لقوه العقد وكان بفتش لهمهم دي الصحابة معاون رسول صلى الله عليه وسلم يالله قال له في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الوحي ده اللي يجيك الغيب ده اللي يجيك وحي من فوق لكن التبارك ما بتعلمه ده للنبي صلى الله عليه وسلم ما فاحزن منه من الخلق يعني بعد ده قال له شوف أنا بدك آئتين بس في سورة الانعام قال له قل وري الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب مش واضح دارة تفسير يا جماعة ماذا دارة تفسير ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وفي سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء فقط سيجي واحد اسايا صلا ذاته في الجامعة مبصليه قال لك قاعد في غرفته خاتل بخور مولع وحاجات وحاجة كذي زي الجنزير فأكيب أبلي بجيب أليك تجيب أين تجيب كيف تعلمه كيف ولذلك جمعنا احنا ما شتمنا ولا نبزنا